بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلِّم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتُها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالة اللهم وفِّقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم اجعلنا هُداتًا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين بابٌ في طاعته للأمر فصلٌ في فضل الإمام العادل وعن معمرٍ عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال أرأيتم إن استعملتُ عليكم خيرًا أو خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أفقضيت ما علي قالوا نعم قال لا حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا عمر رضي الله عنه استفهموا رعيته وطرح الاستفهام لا لأجله أن يستعلم ما يجهله لأن الأصل بالاستفهام أن تلقيه على من تعلم أنه يعلم جواب ذاك السؤال ليستفيد منه السائل وأحياناً لا يكون ذاك الغرض إنما الغرض من السؤال تثبيت فهم ما يراد فعمر رضي الله عنه يقول لرعيتي أرأيتم أرأيتم في اللغة العربية بمعنى أخبرني الأصلها من الرؤية يعني وقعت رؤيتكم على شيء فأعلموني برؤياكم هذه اللفظة إذا مرت عليك اعلم أن مفادا هو هذا المعنى أرأيت الذي يكذب بالدين ثم ذكر عن أصحاب الفيل أي أنكم رأيتم ما حل بهم من عجائب فأخبروني عن أثر هذه في نفوسكم يقول هنا رضي الله عنه أرأيتم إن أستعملت عليكم الاستعمال أي طلب العمل طربت من أحدكم أن يكون عاملاً في أمر ما خولت له سلطة عليكم هذا الذي استعملته خير من أعلم بمعنى أني ما قصرت وهذا واجب كل واجب كل من استرعاه الله رعية الرعية لا تفهم منها أنها عدد أشخاص يفوق الحصر لا يا ولد حتى في بيتك إن أردت أن تجعل أحد رقيب عليهم وصي عليهم فليكون من هو أفضلهم وخيرهم ما هو من هو أسنهم لا ليست بالسن ولا من هو أغناهم وأثراهم ليست كذلك وإن كانت غيرت الأحوال لأن هذا الأفضل والخير إنما يعمل معهم بما يرضي الله عز وجل الذي يرضي الله عز وجل ما هو أصلاحة لخلقه جلبها ودفع مضرة عنه يذب عنهم الشر ويجلب إليهم الخير لا تظن الشر محصور في ما يأتي بأضرار على البدن لا يا عبد الله قد يكون الشر بما يتعلق بالقلوب وما يتعلق بالأبدان وما يتعلق بالأرض هذا فساد وكل ما يصلح وكل ما كان فيه منفعة للأمة لا تظن المنفعة هي في المادة التي نحسها من طيب عيش ومعيشة ونوم هنيئ لا طيب المعيشة أن يعلم أنه يعطى حقه ولا يعتدى عليه ويجد الناس في ألفة كلهم يواسيه ويحن عليه ويقول إن استعملت عليكم خير من أعلم لأن هذا جهده وقد يكون الخير في غير ما يعلمه لكن يبقى أنه يقول اجتهدت في أني أبحث من يفوقنا فضلاً فطلبت منه أن يقوم كذا الفضل يا عبد الله يختلف باختلاف المسؤوليات المضافة على الشخص ولي الإمامة صلاة الناس الزاهد العابد الصالح الحافظ لكتاب الله وولي القاضي من يكون عالماً بالأحكام فيه جرأة على أنه يأتي بالنصف لا تأخذه في الله لوم تلائم وولي يا عبد الله على رقابة الناس في الأسواق أو قيادة الجيوش ما هو ضرور أن يكون أعلمهم وليس بالضرور أن يكون أزهدهم إنما كان وافر العقل ذو بأس يقيم الأمر لا يخشى أحد لابد من شجاعة قلبية ولابد من إقدامه يختار هذه مو أعلمهم في كل مكان لا هذا يختلف باختلاف المصالح فالآن ما قصرت بحثت واشتهدت ووجدت من هو أعلمك ثم أمرته أن يقيم العدل والإنصاف يعني يعطي الحقوق ويحن عليهم ويدفع الظلم العدل معناته أن الناس وجدت أمورا تستأنس بها وترتاح إليها هذا غاية ما يسعى إليه العبد لأن المال خدم لك وإن رأيت يسعى في كدح المال دعك عن هؤلاء الذين عبدوا الشهوات نتكلم عن الأناس يريدون أن يستعينوا أن يستعينوا بهذه الخيرات في طاعة الله يهنأ يهنأ بمعنى أنه لم يتشتت قلبه في إصلاح في معيشة الذرية ولا في كيف يأتيه الدخل رجل هنأه الله وأراه باله هذا الرجل الذي أتيح له هذا قال حتى آمره بالعدل هذا العدل إذا أقيمت في دولة وأقيمت في بلد وأقيمت في بيت ومنزل وأقيمت في مؤسسة حتى أولئك الذين في قلوبهم دخل يعني غش وخداع لا يخلو مجتمع من هذا النوع لا يخلو أحد من طمع ولا يخدو أحد من شاشا هذا الطمع قد يكون شخصيا وقد يبلغ به الطمع إلى الشح الشح يا عبد الله معناة أنك تكره أنك تعطي الحقوق التي لله ولمسلمين ما تحب تعطيها ثم تكره من غيرك أن يقوم بهذا دل على أنه أنكى وأشد من البخل البخل أن تمنع حق الله قد لا تؤدي زكاة وقد لا تعطي حق الفقير لكن الشح والعياذ بالله أمر أعظم من ذلك ولذا كان عبد الرحمن بن عوف مما نقل عنه في سيرته أنه كان يطوف بالبيت كل دعائه اللهم قني شح نفسي ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون قال أرأيتم إن استعملت عليكم من هو خير من هو أعلم من أعلمه يعني أعلمه عمر ثم أمرته بأن يقيم العدل أتظنون أني خليت من المطالبة يعني ربي ما يطالبني انتهيت قضيت ما علي يعني قالوا نعم قال لا ما يكفي هذا حتى أنظر أقام بالأمر الذي طلبته منه أقام يعني هل هو أمضى هذا الطلب فنفذه أو أنه قصر فيه حتى أنظر هل قام بأمر أو لم يقم يفهم منه يا عبد الله أنك إذا أردت النصحة للأمة ولأسرتك فاستقدمت عامل ما تتركه في الناس عمل وإذا أردت أجار بيت لا يكفي أن تقول رأيته يصلي فأسكنته ثم تعلم أن في سكناه ما هو جور وأذية للمسلمين وللجيران وغيرهم هذا ما يكفي عبد الله حتى تقيمه لأن سكوتك عنه إعانة له على الباطل ورضاك عن هذا العامل أنه يخوض في الناس بغش وخداع تحت اسمك فأنت شريك له في الجور هذا عمر رضي الله عنه لما استفهم فهم الناس مغزى سؤاله ووراءه أمر عظيم أخبروني إن استعملت عليكم من هو خير في ظني وأفضلكم وأعلمكم ثم أمرته أن يقيم العدل هل قضيت ما علي؟ قالوا لا قالوا نعم قال لا حتى أنظر ماذا يعمل فإذا أكريت أو استأجرت أو استعملت أو طلبت أمرا لا تقول خلاص أنا اشتهت جبت هذا العامل كفى ما لا يا عبد الله فإنت إذا توليت أمرا وطلب منك القيام به ثم الآمر فوض لك الأمر يعني إن قمت به بنفسك فذاك مطلوب وإن عجست أو رأيت أن تولي غيرك فوضت الأمر إليك لا ما تفعل هذا ولذا كثير في الأعمال والتجارات والقيام بالوكالات همه أن يأخذ نصيبه افعل هذا ولك كذا وفوضت الأمر إليك همه أن ينفذ هذا الأمر من يأتيه مسلم غير مسلم فاجر مستقيم قام بالأمر ما قام أمه كيف استولى على حصته هذه خيانة يا عبد الله لم يقضي ما طلب منه فيقول رضي الله عنه أخبروني إن فعلت ذلك هل قضيت قالوا نعم قال لا والله حتى أنظر يعني حتى أتابع القام بالأمر أو لم يقم فدل على أن من عمل هذه الأعمال بإعانة من أحد ثم ترك هذا الأمر يقوم به ذاك المعاون دون أن يترصده ويتعقبه وينظر ما فعل به وهو شريك فيما يعمله شريك في الإثم لا تستهينوا هذه يا عباد الله تقول شريك ثم ماذا لأن الكلمة إن لم تغامر فتدخل سويداء القلب ما يفهمها المرء وإذا كتاب الله من قرأه دون تدبر لا يحصل فيه التأثير فإذا جاءك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابتي فاعلم أن في الألفاظ دلالات ذات معان ابحث عن معناها ذاك هو المطلوب لما قال ذلك أي تدبروا ما يقال اعملوا بموجبه فإنكم حينئذ تسعدون في الدنيا وإلا إثم ذلك عليكم والإثم جر وراءه من الويلات والله به عليم إذا علمت شكوى الناس والأضرار التي حلت به والخصومات ومقام الشجار في المحاكم وغيرها وإذا رأيت المستشفيات وإذا رأيت المصابين والذين في قلق اعلم أنهم فرطوا في حق الله عز وجل لأنهم لو أقاموا أمر الله بما أمر في جلب الطيبات وذفع البكروهات ما حصل ما حصل نسأل الله العونة والتوفيق اسمعوا ما بعد وبه عن معمر عن أيوب أو غيره عن حميد بن هلال قال لما دفن عمر أبا بكر رضي الله عنهما قام على المنبر ثم قال أيها الناس إن الله قد ابتلاني بكم وابتلاكم بي وخلفت من بعدي وخلفت من بعدي صاحبي والله لا يحضرني شيء من أموركم ولا يغيب عني منها شيء قالوا فيها عن أهل الأمانة والحرم قال وقالوا فيها فآلوا 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 حمزة فآلوا فيها عن أهل الأمانة والحزم فآلوا فيها عن أهل الأمانة والحزم أي والحزم قال فما زال على ذلك حتى مضى رحمه الله تعالى لما دفن عمر أبا بكر رضي الله عنه يسند أحيانا الفعل إلى غير من قام به إذا كان هو الآمر أو المشارك أو المطلوب منه الذي دفن أبا بكر عدد من الناس قد لا يكون فيهم أمر لكن أراد يقول لما انتهت دفن من من أبي بكر رضي الله عنه وقد استخلفه ورضيت الأمة به قام فخطب الناس قال اسمعوا خطبته هذه البليغة قال يا أيها الناس يا ندال البعيد وأيها الناس عن استرع انتباهكم سأقول لكم شيئا يعني فيه مباغة ومفاجأة لكم إما منفعا أو أمر تحذروه يا أيها الناس إن الله قد ابتلاني بكم وابتلاكم بي الابتلاي عن الابتلاي عن الامتحان لا تظن الابتلاي هي المحنة التي تنزل بالإنسان مما يسوءه من مكرهات وآلام وأمراض لا ليس هذا المعنى أصل المعنى الابتلاي لامتحان قد يكون خيرا وقد يكون شرا هنا قال إن الله قد ابتلاني بكم أي إن الله عز وجل أراد اختباري في أنه ألصق الأمور التي تخصني بكم ابتلاءه به اختباره به أنه جعله مسؤول ورئيس والمسؤول هو الذي يتصرف والرئيس هو الذي يوجه فالله عز وجل قال إن الله مستخدفكم فينظر كيف تعملون هذا نوع من الابتلا الله مكنني في ذلك عليكم لأجل أن يختبرني والامتحان والاختبار يا عبد الله الدخول في أمر قد يكون خير وقد يكون شر يعطى المال ابتلي هذا السفيه السفيه محجورا عليه ما يتصرف حتى يبلغ الرشد يعني حتى يكون رشيد في التصرف يحجر عليه المال فتقول ابتليت هذا السفيه بمعنى أعطيت المال قلت تصرف بيع واشتري فأنت ابتليته بخير وهو المال هل وجدته يتصرف فيه بحق أو لم يتصرف فيه بحق ولذا أحيانا يبتلى بشهوات والشبهات ويبتلى بأمور فمن نجى فقد نجى ومن لم ينجه بيّن تبيّن أنه يستحق العقوبة هذا شأن العباد فيما بينهم أما الله عز وجل إذا ابتلاه ليس لأجل أن يظهر ما كان خفيّا فإن الله عالم به قبل وجوده وعالم بما يحصن منه بعد وجوده فالله عز وجل لا يعاقب العباد ولا يحاسبهم بعلمه السابق لا إنما يعاملهم بما ظهر منهم من حسنات وسيئات فيبتليهم ليظهر ما عندهم طاعة أو معصية فيكون فتكون العقوبة والجزاء وفق ما ظهر هذا معنى اختبار الله له فيقول إن الله ابتلاني بكم وابتلاكم بي أي أن الله يمتحنكم كيف تكون مع الحاكم كيف تعملون مع من والله عليكم علمنا هذه العبارة اسمعوا ما يقول بعده وخلفت بعد صاحبي يعني الخلف أن تأتي خلاف من سبقك قل إذا تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد أي تخلفني في أهلي أنا غائم عنهم لكن ما تقول خليفة الله ولا تقول أن الله يخلف عبده إذا قلت أنت خليفة الله هذا رفضها السلف رضي الله عنهم لأن معناه أن الله غاب فكنت مكانه في غيابه والله لا يغيب عن أمر لكن قل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خلف بعد ذهاب الرسول وخلف أي جاء بعد ذهاب أبي بكر رضي الله عنه إن الله ابتلاني بكم وابتلاكم بي وقد خلفت بعد صاحبي يعني جئت بعد صاحبي أبي بكر رضي الله عنه وإني والله لا يحضرني شيء من أموركم شوف هنا في عدة في نوعاني من التأكيد إني حرف كلمة إن تأتي للتأكيد تقول شرب زيد الماء تخبره أن الماء وضعناه له بعد طلبه لكن ما تأتي لإنسان يعلم أن هذا يشرب الماء تقول إن زيدا شرب الماء يعتبره حشو في الكلام إيش معنا الحشو؟ يعني جئت بشيء زائد ما نحتاج هذا قل زيد شرب الماء لكن إن علمت أنهم حريصون على أن زيدا المريض يشرب هذا الماء لأنه مخلوط بدواء ولا مد من ساعة معينة فتتبعوه فالمشفقون عليه يتراقبون هل حصل منه الشرب أو لم يعصر فأردت إدخال السرور وإراحتهم تقول والله إن زيدا شرب الماء فترتاح أنفسهم لأنهم علموا أنه أنتهى لكن تأتي بإن في غير موضعه ما يقبل هالعرب لأن هذا باب الحشو في الكلام لكن إذا كان لا يعلم أو أنه متردد أو في القلب شك أو أمر لا يمكن سيم الأمور المفزعة الفضيعة في الغالب هذا الخائف الوجل يحتاج إلى من يؤكد له إزالة الخوف فقال إني والله وأقسم بالله ما طلب منه القسم لكن أراد أن يقول الأمر في غاية الخطور والنزاه إني والله لا يحضرني أمر أشاهده أو يغيب عني اقرأ العبارة وخلفت من بعدي صاحب وإني والله لا يحضرني شيء من أموركم ولا يغيب عني منها شيء لسه ما أكلم قالوا فيها قالوا فيها عن أهل الأمور لا يحضرني شيء من أموركم أمور أمور الأمور مفردها أمر والأوامر مفردها أمر لكن مفرد الأوامر إذا قلت أمر معناه افعل أو لا تفعل أما الأمور هي قضايا واحدها كذلك أمر كالأحداث التي تحدث وما يجري وما يكون جمعها أمور أمور الناس ما يجري وما يحدث فيهم من قضايا من منازعات وخصومات أو ألفى وموت وحياة ومطالب نقصان حاجة كل هذه أمور الناس قالوا ما يحضرني بمعنى لا يبلغ علمي من أموركم بلغوني إياها ولا يغيب عني شيء من أموركم الذي يغيب عن عمر لما يقسم عليه لأن هذه الجملة ما تمت تتمتها لا أقصر في أن أبآل بمعنى أقصر عن من سبقني في إقامة الواجب وقضاء الحاجات وأعمال الأمور التي ترجع إلى نصابها ولما قال لا يحضرني شيء ولا يغيب عني إيش معنى لا يغيب عني إما أن تقذر غائب عني فبلغت به أما الذي يغيب عنك ولا تدري عنه هذا أنت غير مسؤول عنه لكن ولا يغيب عني أي ليس بحاضر عندي إنما بلغت به فآل الفاء جواب القسم والله لو كذا حصل كذا فكذا حصل كذا لا أقصر آل لا آل جهدا أي لا أقصر في جهدي هنا قال رضي الله عنه قال فآل فيها عن أهل الأمانة والحزم أي أعمل فيها عملا لا يصدر إلا عن أمين وحازم في أمانة وفي حزم الأمانة بمعنى أنه يؤدي الشيء على وجهه كما طلب ما يخون ولا يغش ولا يخدع ولا يتظاهر أنه متماوت أو مريض فتقول رجل أمين طلب منه بذل جهده في تحقيق ما طلب منه حزم ما فيه تقصير ولا فيه وداع ولا فيه كسل ولا فيه ابتعاد وإنما فيه مضاء وقوة وإنجاز للأمر حاتان الخسرتان ينبغي أن تستوفى في من وضع في من جعله الله عز وجل وليا على أمر ولذا اختار يا عبد الله إذا كنت صاحب عمال أو شركة ولو كنت فلاحا اختر من أرأسهم أن يكون تكون فيه هاتان الصفتان يعني بعد التقوى والإيمان مو ضروري أن يصلي كثير ما ينفعنا موضع الصلاة كثير ولا تقول أنه حافظ للقرآن ليس حفظ القرآن في هذا المجال هو الصالح إنما الأمان والحزم رجل عمر من الملهمين أي أن الله عز وجل يوفقه لقول الحق والصواب قال والله ما يحضرني من أموركم شيء ولا يغيب عنه عني شيء 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 من أموركم فبلغت به لا أقصر عن أهل الأمانة والحزم أقوم بها بأمانة لا أرتشي ولا أخدع ولا أحابي ولا أعطي فلانا زائدا عن فلان ولا أقصر حق فلان عن فلان بحزم لا يهمني كبير القوم وصغيرهم طبعا كلما كان المجتمع والأمة التي أنت تقوم عليها أكثر قلوبهم على الإيمان والحق والخير يسهل أمرك ولذا صاحب الأطفال والعيال والعائلة الكبيرة إذا كان ساعيا لمرضات الله عز وجل مريدا للخير في الغالب يهيئ الله عز وجل هؤلاء يكون أكثرهم طاعة له وانقيادا له واستماعا لما يلقي عليهم من نصائح فإن وجد ولا بد أن يوجد من في القلب حب الشهوى والخلاع وبعيد عن هذه لا يستطيع أن يجهر لأن غيره يكبته غيره يكفه غيره ينهره ولا يفسع عن هذا قد يفعله خفية ولذا لما يأخذ الأمر بالحزم ويأخذ الأمر بالأمانة حتى ذاك الذي في قلبه مراض ما يستطيع أن يشنع عليه لكن لو لم يأخذ بالأمانة وبدأ يقول فلان له كذا وهو حق له وفلان يمنع كذا وهو حق في منعه ما يقبل منه لأنه رأى من قبل بعض الزيغات وبعض الاستقامة إن لم يجهروا بالمعاندة هذا أما هذا يحصل في الأولاد بنات وبنين لو سمعت شكاوى الناس ما يحصل من ذرياتهم تستعجب يعني إذا سمعت أن فلان قتل أباه أو عمه على دنيا لا تستغرب ما دون ذلك ما دون القتل قل ولا حرج ونسأل الله العافية والسلام أغلب من عصى وخرج عن الطاعة وفسق لأنه وجد من أهله بعد التصرفات التي تناقض الإيمان وتناقض القول فيبدأ به الله عز وجل بذنب العبد يسبب له عقوق الأبناء وبذنب وبذنب العبد يسبب له نشوز الزوجة وبسبب ذنوبه وعصيانه يتعطل عليه مركوب كان الأوائل يقولون يقسمون بالله أنهم يعرفون أنهم ارتكبوا ذنوبهم لأن حمارهم حرن يعني تمرد عليه إذا ساقه في طريق يأبى أن يمضي ووجد الخيل استعصت عليه والبغال شردت عنه حتى الحيوان يقع فيها التأثير ويقول أنا لا آل فيها لا أقصر عن أهل الحزم والأمانة إذا علم الله إخلاصه طوع له رقاب الناس حتى صاحب الباطل إذا أراد أن يظهر كمت وجد أهل الخير يقومون عليه ولا يرضون منه ولذا احرص يا عبد الله ألا يكون رفيقك وصديقك إلا من يخشى الله ويتقيه مع ذلك احذر عامله معاملة من يبتغي وجه الله عز وجل ما تعامله لأجل أن يقوم بإصداء المعروف الذي قدمته له لأن الناس هكذا شأن الناس الصداقات التي لا تكون دائما على وجه يرضي الله عز وجل فيها شوب يعني فيها خلط لا وقل من تصف صداقته لا بد من شيء يؤثر على الصديق قد يكون من هذا أو يكون من هذا فتجده يصرخ عملت معه كذا وما عملت معه كذا وساعدته ما في معروف ينكر الإجحد لا يا عبد الله أنت لا تعمل المعروف أنه عشان لا يجحده اعمل معه لأجه وجه الله عز وجل وتوقع ما تتوقع إنما تطلب الأمر من الله عز وجل هكذا فعل مع ولدك يا عبد الله لا تتوقع أنه في المستقبل يعينك إذا مرضت ويقودك إذا عميت ويصعفك في حال شيخوختك لا لا تتمنع اسأل الله عز وجل أن يغنيك عن كل أحد لكن قم بأمره وأصلح شأنه لأجل أن يستقيم تؤجر على تلك العطايا وما قدمته أما إن أملت هذا قد يخيب الله الظن اسمع عمر ما يقول رضي الله عنه إني والله لا يحضرني شيء من أموركم ولا يغيب عني منها شيء فآلوا فيها عن أهل الأمانة والحزن الرأو يقول فما زال كذلك حتى لقي الله عز وجل أي لم نر منه خلل في الأمانة والحزم والتقصير رضي الله عنه اقرأنا بعده وبإسناده أن معمر عن الزهري أن يهوديا جاء إلى عبد الملك بن مروان فقال إن ابن هرمز ظلمني فلم يلتفت إليه ثم الثانية ثم الثالثة فلم يلتفت إليه فقال له اليهودي إنا نجد في كتاب الله عز وجل وفي التوراة أن الإمام لا يشرك نجد في كتاب الله عز وجل يعني في التوراة لا يشرك في ظلم ولا جور لا يشرك لا يشرك في ظلم ولا جور حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه فلم يغير شرك في الجور والظلم والظلم قال ففزع بها عبد الملك وأرسل إلى ابن هرمز فنزعه ابن هرمز الله أحد أولاة عبد الملك ابن مروان في المساحات الشاسعة التي هو خليفة وملك عليها يقول جاء يهودي ارتفع إلى الحاكم قال فلان ظلمني ملتفت إليه ملتفت إليه عبد الملك رضي الله يعني رضي الله عنه ورحمه الله ترى من أهل الفقه يعدونه فقيها يقول هو ملتفت إليه قد يكون عن إهمال ولا نظن بأولئك الأقوى من يكون كذلك قد يكون عن تشاغل أو وجد ما هو أهم من ذلك فتركه في الأولى والثانية والثالثة لأنه كون يقول هذا الكلام ويرتدع ويفزع لها عبد الملك تل على أن في القلب شيء من خوف الله وتقوى قال إنا نجد في كتاب الله يعني في الثوراة أن الرجل الحاكم لا يشرك ما يكون شريك في ظلم وجور مما يفعله الناس لأنه ما يطلع عليهم حتى يرفع إليه حتى يقوم الخصمان فيبين أحدهما أنه مظلوم فإذا علم حينئذ ولم ينصف المظلوم من الظالم جعله الله شريكا لهؤلاء قال إنا نجد في كتاب الله كتب الله تسمى قرآن ولذلك في الحديث أن داود عليه السلام كان يقرأ القرآن قبل أن ينتهي من تجهيز سرجه يعني الذابة تقام فيوضع عليها الرحل والقطب ويوضع عليها كذا وقبل ينتهي منها ختم الزبور فسمي الزبور قرآن قال في كتاب الله في المنزل على موسى نجد يعني نقرأ ونعرف يعني أنت تؤمن بما أنزر الله عز وجل إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم أي في القصص والخيالات والإسرائيليات مو في أحكام الله في الظلم الجور والعدل قال نجد كذا وكذا قال ففزع لها يعني حينئذ ارتعد وخاف ما قال له نعمل كذا ونعمل كذا لا قال بس في كتاب الله ففزع لها ونزع ابن هرمز يعني بمعنى حاكمه فثبت ظلمه وجوره فنزعه من مكانه نعم وعن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني قال مثل الإمام كمثل عين عظيمة صافية طيبة الماء يجري منها إلى نهر عظيم فيحوض الناس فيدركونه فيحوض الناس في النهر فيكذرونه مثل الإمام مثله المثل يعني أمر مضروب لتقريب الفهم وتعليم الناس فنحن نجعل للإمام مثلا أي أمر النقيس الإمام عليه الإمام كعين صافية يتتفجر ماء عذب سلال صاف يسيل حتى يمتلئ الوادي فيصب في النهر ويقوم الناس ويستعملون النهر فيكذرونه هذا مثل سيأتي مثل آخر القصد أن الإمام يخرج منه العدل والإنصاف والسماحة وتفقد الناس وقيام بحقوقهم هذا كله مثل به بعين صافية رفع الظلم وإعطاء الحقوق وكسر يد المجرمين وإبعاد الظلم والتعقب فيهم قال نشوف هذا كله أمور تجري منه إلى الناس ثم هذا الماء الصافي يتجمع في النهر ثم يكدرونه كيف يكون تكتير وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إذا وجدت مثل في كتاب الله تماعا فيه فاعلم أن الله أراد بذلك أمر عظيم هنا قال الناس يكدرونه يكدرونه بالسيئات ويكدرون المجتمع بما يحصر من تنافس على دنيا يتولد منها أحقاد وأطمع وبما يوجد من شرود وعدم إخلاص وضغن وغير ذلك هذه السيئات الخفية والظاهرة من الشهوات وغيرها هذا هو الذي شبهه بأن هذا الماء الصافي يكدره هؤلاء الأقوام اقرأ ما بعده ويعود عليهم مقر العين فإذا كان الكدر من قبل العين فسد النهر ويعود عليهم صفو العين يأتي الصفاء فيصلح ذاك الكدر فإذا كان الكدر من قبل العين ايش تعمل يا عبد الله واضح هذا ثم يقول هنا الأمثال أصلها جملة طويلة تحتوي من الفوائد والحكم أمور لو أردت أن تقول هكذا لما سهل على كل الناس استيعابها ولذا في بعض الأمثال فيها نوع من غموض من تفطن يعلم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسو والذي قدر فهدى شوف هذه الصفات التي فيها تمييز الله عز وجل بخصائص لا تكون إلا له والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى لا تقول متقدمة لفظة قدمت أخرت كما هو غثاء أصبحت بعد ذلك يابسات وسقطت ثم ديست حتى تهشمت واختلطت فجاله غثاء أحوى اقرى ما بعدها دعك سنقرئك فلا تنسى هذا هذا الكلام الذي فيه تمجيد لله عز وجل وإثبات هذه الأمور العالية له يختص بها سبحانه تظن أنها مجرد تمجيد وثناء سبح اسم ربك الأعلى هو العلي الأعلى لا يعلو فوقه شيء أبدا لا في الأمور الجمالية الشجاعة والعفة والقدرة التي لا تتناها إثباتها لله عز وجل وإن ثبتت للمقلوقين جزء منها وهو عال سبحانه لا يعلوه شيء لا هوا ولا فراغ لكن إذا كان شيء لا شيء لذلك الله عز وجل حين ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة لا تظن أن أحد فوق العرش وهو نزل تحت العرش العرش لا يخلو منه ينزل وهو لا زال فوق العرش كيف ليس كمثله شيء وهو السميع العلي حتى في مخلوقات الله فيها فيها شيء من ذلك الروح في جسدك وأنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يقوم يقول سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول يرد روحه عليه صلى الله عليه وسلم فيرد عليك يقول ملائين البشر قد تكون في ساعة واحدة يصدرون السلام كيف الروح تطلع وتنظل فيشكك في الحديث لا يا عبد الله الروح متعلقة ببدنه صلى الله عليه وسلم وبوطها نزولها مو معنى أنها تخلو منه أنت يتوفاك الله حين موتك فإذا قضى عليها الموت ما رجع الروح فإذا كانت لازالت لها نفس في الدنيا أعاد له الروح لما خرجت روحك وأنت مؤمن توفاك الله ليس معناها أنه إخراج الروح بكل جزئياتها وإلا يموت الإنسان لكن فيك روح إنما الجزء الأعظم الذي فقد إحساسك صعد إلى السماء وإذا وإذا هذا شأن الروح فالله أعظم وأجل الذي خلق فسوى سوى المخلوقات ما جعل العينين من وراء ولا جعب الأصابع في الرأس فسوى تلك الخلق البديعة في الحيوان والإنسان لا تجد بينهم ذاك التفاوت فإن وجدت رجلا طويلا خرج عن طول الناس فاعلم أنها آية ليبين لك أن الله قد يخرم الآيات لبيان قدرته النار تحرق لكن إبراهيم عليه السلام ما حرقته النار وهذا الراوي لهذا الأثر أبو مسلم الخولاني راوي هذا الكلام اسمه عبدالله بن ثوب هو من خولان اليمن ظهر أيام الأسود العنس وعنس برضو كذلك في اليمن تنبأ أي قال أنا نبي وأخذ الناس بالقوة فقيل له فلان عبدالله بن ثوب لم يطع فأحضر قال تعلم أني نبي قال لا أسمع قال تعلم أن محمد رسول الله قال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه سلام ثلاثا يكررها قال أجيجوا له نار وضعوا نار عظيما فألقوه فيها فلم تأخذ النار إلا بعض المواضع من جسده التي لم تنتهي العباد فيها وحل قيده ما أكلته النار فلما علم أنه يعجز عن قتله قال له قومه أخرجوه من قريتك وإلا أفسد الناس عليك إيش ما أفسد الناس عليك هذا زيما كبدع فرعون أنه يريد الإصلاح وأن موسى يريد الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد قصده الفساد يعني عدم طاعة فرعون والفساد أتي من قبله لأن الفساد في الأرض هو العمل بغير طاعة الله لوما يؤخذ ذزاني ويجلد الفاجر ويقطع يد السارق كم يكون في الناس من هرج ومرج وخوف واضطراب فهذا الشاهد قالوا طلعوا دا من مكانكم إن تركتموه بين قومكم أفسدوه فطلب منه الرحيل فغادر حتى جاء المدينة فربط راحلته حول المسجد ودخل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فأعجبته هيئته وصلاته فأقبل وسلم عليه قال من الرجل قال من اليمن من أي اليمن قال من خولان ما اسم عبد الله قال أتعرف رجل اسمه كذا عبد الله قال أنا هو فقام إليه فقبله وعانقه لأنه أخبر أن رجل ألقي في النار فنجى ولم يحترق بفضل إيمانه بهذا الدين قال قال الحمد الحمد لله الذي أحياني حتى أرى في أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام أنا انسيت القصة من أولها ربطناها بإيلا أدري لكن اسمع الآن اقرأ ما بعده قال ومثل الإمام والناس كمثل فسطاط مستقيم لا يستقيم هذا مثل آخر علمنا المثل الذي ضربه في العين الصافية المثل الآخر قال اقرأ فسطاط مستقيم ومثل الإمام والناس كمثل فسطاط الفسطاط يا عبد الله يعني الخيمة الكبيرة ضرب له فسطاط يعني جعلت له خيمة ذات أوتاد وطنب متسع يحمل كثير من الناس الفسطاط ما يعمل للعائلة ولا للأفراد إنما يعمل للإمام ومن كان حشدا كبيرا قال مثل الإمام كمثل فسطاط رجعنا لما كنا فيه كنا نقرأ سبح اسم ربك الأعلى ما حتى فيكم كده ذو نباه يقول كنا في الموضوع الفلاني كلو ختمنا الدرس قمنا ما نرجع إلا بعد الحج ويفوت ويفوتنا هذا لما قال سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر الشيء على قدر ثم هداه إلى ما ينتفع به بما خلق له جعل الأصابع للبطش والبسط وجعل العينين للرؤية وخلق في الحيوان رحمة حتى أن التي نتجت أو ولدت ترفع حافرها عن مولودها خشية أن تؤذيه اشدرها إنه لو وطعت كذا ويعلم هذا الحيوان أنه ينبغي له أن يكون كذا وترأف الأم ولدها وتحن عليه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى يعني أنبت النبات لأن إنبات إخراجه لا يكون إلا من قادر وحده تفرد به فجعله غثاء أحوى هذه الجملة يقول القارئ تعظيما لأنه ورد في كتاب الله وهو لا يفهم معناها لأن لا يتفطن منها يتفطن لا إلا من أعطاه الله الفهم فيقول هذا الله عز وجل يقول أخرج النبات ثم النبات حينئذ إذا بلغ القدر جف فإذا جف سقط فإذا سقط أصبح سوادا من الدهس هذا الذي ظاهره كذا لكن لكن يا عبد الله ضربه الله مثلا للدنيا تزه وتزدهر وتزين في الأعين ثم مصيرها إلى هذا يا من خلقك فسواك وقدرك على الأمر فهداك إليه لأن الهدايا الإرشاد والدلالة تعلم المصلحة من غير المصلحة اعلم أن الأمر كالنبات حين يجف وينتهي هذا مصيرك يا ما سواك فعدلك انتبه قد يكون هذا المثال نوع من خفاء لا يدركه إلا قليل من الناس كالمثل الذي في آخر سورة ياسين ثم ضرب صلى الله عليه وأثم ضرب أبو مسلم الخولان عبد الله بن ثوب للإمام بهذا المثل الآخر قال الإمام مثله نقيس عليه كأنه فصطات كبير ذو أوتاد وذو أطناب وله عمود في الوسط لأجل أن يحمله أما أطرافه فهي فيها أوتاد تثبته اسمعوا ما يقول أو قال لا يستقيم إلا بعمود أو قال لا يستقيم أو لا يستقل يعني الفصطات لا يستقل بمعنى يقوم بنفسه استقل فلان أي قام بنفسه ما أحد عاونه استقل الطائر بمعنى أنه جنح بجناحيه رفع نفسه بنفسه يستقيم بمعنى أنه يستمر ما فيه خلال فاللاقل لهذه من أبي مسلم شك في اللفظة لا يستقل أو لا يستقيم نعم إلا بعمود ولا يقوم العمود إلا بأطناب أو قال بأوتاد وكلما نزع الوتد الذي يكون في أطراف الخيمة يدق في الأرض ثم هذا له أطناب تلك الحبال الغليظة الذي تأخذ من طرف الخيمة وتشد بالوتد لأجل أن تمتد فتتسع لأكثر عدد ممكن ويقول هذا العمود ما يستقيم الخيمة الفصطات إلا به ثم هذه الأطناب الأوتاد والأطناب هي التي تساعد على ثبوت الخلف فصطات وعدم انهياره اقرأ أو قال بأوتاد فكلما نزع ازداد العمود وهنا وكلما نزع وتد ازداد العمود وهنا شبه رضي الله عنه الإمام بهذه الخيمة الكبيرة التي يستظل فيها الناس ويرتاحون شبهه بالعمود الذي به يستقيم ظل الناس وراحتهم وشبه الناس بالأوتاد أنهم يشدون الإمام ويقوونه فإذا ذهب وتد لم يخلص وغش وخالف القوم ولم ينصح للإمام ما تظن حالة ذاك الفصطات إلا نوع من وهن يلحقه فإذا خرج وتد 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 حتى شمل أكثر ذاك الفصطات لابد أن ينهار فيقول الخونا والخارجين على الإمام والغادرين به هم سبب في إثارة ذاك الإمام الذي يجري الله على يديه العدل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم بتفسير نعم سألوني يقول السلام عليكم أحبكم في الله يا شيخ ما هو الوسواس القهري والوسواس العادي وما هو علاج حفظكم الله وسواس طهري ووسواس عادي هذا الصلاح النفسانيين وأن الوسواس درجات فسم الدرجة التي استولى فيها الشيطان على المر سموه وسواس قهري والذي يكون تارة وتار لأن المر لا زال صلته من الله يذكر الله ويخاف ويرجي استغفر فيخنس عنه ثم يغفر فيعود إليه سم الأخير ذاك قهري يعني لا يستطيع المر يتخلص منه ثم أرادوا علاجه والعلاج هذا لا يزيده إلا وهن لأنهم ظنوا أن هذه مسائل الجسدية إنما هي حظ الطبيب هو القادر على أن يتصرف لا يعلمون أن الذي ابتلاه هو وحده الذي يزيل هذا الكرب يكشب هذه القمة وهم يتصرفون معه تصرفات عجيبة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم الله شكرا